موسيقى خلال جولتي التفقدية بمحافظة شمال سيناء رئيس الوزراء يؤكد على تنفيذ المصار التنموي المتكامل لتنمية سيناء في أكبر حصيلة منذ رفع التدابير الصحية الصين تعلن عن 60 ألف وفا بكورونا خلال خمسة أسابيع البناء التحتية لكييف تحت القصف الروسي وبريطانيا تعد أوكرانيا بمزيد من التسليح الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرها إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا لكم تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير مستشفى العريش العام واستحداث عدد من الأقصام والإجهزات به ذلك خلال جولتي التفقدية بمحافظة شمال سيناء واستمع مدبولي إلى شرح حول جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سيناء والتي تأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتح السيسي وفي إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء وما تتضمنه من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أعمال تطوير ميناء العريش جاء في ضوء تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية وخلال تفقده لأعمال التطوير بالميناء خلال جولته التفقدية لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء أكد مدبولي على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للميناء باعتباره أحد أهم الموانئ والتي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظرا لموقعه الاستراتيجية على البحر المتوسط بالإضافة إلى كونه جزءا لا يتجزأ من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أضف مدبولي أن هذا الميناء يعتبر منفدا مهما لتصدير المنتجات السينوية من أجل تحقيق المنافسة والتوسع كذلك على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تطبيق المعايير العالمية في التشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ سعيا منها لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش وذلك قبل أيام من عودة انتظام العمل بها بدءا من الثامن والعشرين من يناير الجاري واستمع رئيس الوزراء لتوضيح حول قرار عودة انتظام العمل في مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش الذي يأتي تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي في إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة وفيما يتعلق بأعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية التي تم تنفيذها فقد جاء تطوير في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة وخاصة وزارة العدل من خلال تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مددولي بجولة تفقدية داخل جامعة العريش للتفقد سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها وذلك خلال تفقده للمشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء كما قام بجولة تفقدية في كل يتي الاستزراع السمكي والمصايد البحرية والاقتصاد المنزلي أشاد رئيس الوزراء خلال الجولة بما أنتجته طالبات كلية الاقتصاد المنزلي من العديد من المنتجات المتميزة وقد أجرى رئيس الوزراء حواراً ودياً مع طلاب الجامعة والذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بانتظام عملية الدراسة داخل الجامعة مؤكدين عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى مدينتهم بعد توقف الحركة والدراسة بسبب العمليات الأرهابية في الفترات السابقة يعتبر قرار إنشاء الجامعة من أهم القرارات الاستراتيجية لخدمة المجتمع السينوي كما تعد بمثابة رسالة للداخل والخارج على تمتع سيناء بالأمن والأمان والاستقرار وتقدر الاستثمارات التي يتم تنفيذها بالجامعة بـ 1.3 مليار جنيه تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محطة محاولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد والتي تستهدف تغذية مدينتي زويد ورفح وخلال تفقد للمحطة استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول مشروعات قطاع الكهرباء في محافظة شمال سيناء حيث قامت الدولة بتنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء في سيناء للقضاء على مشكلة تذبذ بالتيار الكهربائي التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية وذلك سعياً لأن تبلغ كمية الكهرباء المنتجة بشمال سيناء 700 ميجاوات من خلال إنشاء عدد من المحطات بمدن المحافظة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارته لمحافظة شمال سيناء تأتي في إطار متابعة المشروعات التنموية العديدة والتي يتم تنفيذها على أرض الفيروس ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء التي يتولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مدبولي خلال جولته لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك مصار تنموي ومتطور ومتكامل لتنمية سيناء يشمل مدنها وقراها وقد تفقد مدبولي أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة أكثر من 535 فدانا وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة وقد تمت الإشارة إلى أن المدينة تقام على مساحة تصل إلى أكثر من 535 فدان على الطريق الدولي العريش رفح عند منطقة الوفاق وتفصلها مسافة 45 كيلو متر عن مدينة العريش وتحتوي المدينة مدينة رفح الجديدة على 626 عمارة سكنية بالإضافة على منطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية جهود متواصلة تبذلها الدولة المصرية على طريق تنمية سيناء تلك البقع الغالية والاستراتيجية من أرض الوطن ومنذ سنوات وضعت القيادة السياسية نصب أعينها أهمية النهوض بالمجتمع السينوي والتوسع فيه مع تطوير بنيته التحتية ومده بالخدمات اللازمة ويأتي على رأس تلك المشروعات مشروع مدينة رفح الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لمزيدنا من المتابعة والتحليل حول جولة رئيس الوزراء في سيناء ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء الأساس كمال ريان أساس كمال بعد تحقيق أهلا بك ضيفا أولا على شاشة التلفزيون المصري أهلا وسهلا سيد كمال في رأيك ما دلالات هذه الجولة التفاقدية لرئيس الوزراء إلى محافظة شمال سيناء في هذا التوقيت بالتحديد بالتأكيد طبعا هي جولة مهمة يقوم بها رئيس الوزراء لمحافظة شمال سيناء وطبعا يمكن جميعا نعلم الأهمية التي بتوليها الدولة المصرية والحكومة وبتوجهات من السيد الرئيس الافتاح السيسي لتعمير سيناء في إطار الانستراتيجية القومية التي وضعتها الدولة لتعمير سيناء الحقيقة رئيس الوزراء بيستحب سبع وزراء في هذه الجولة المهمة وطبعا ده بيؤكد أن حجم المشروعات التي تنفيذها في مختلف المجالات عندنا مشروعات في مجالات الصحة عندنا مشروعات في مجالات الإسكان في مشروعات في مجالات البنية الأساسية وده في إطار الخطة الشاملة لتنمية سيناء وكما أكد رئيس الوزراء أن هناك توجهات من الرئيس الافتاح السيسي بأن يكون هناك مسار تنموي متطور ومتكامل يشمل جميع مدن وقرى سيناء وأيضا يتتفق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء الغالية وتناغب مع بوض الدولة التنموية التي تتم في كل أنحاء مصر النهاردة كفي عرض للتطوير اللي بيتم في مختلف مناطق سيناء وخاصة تظهر مدينة العريش اللي أكد محافظة شمال سيناء أن أبتشت تغير منحوظ بعد أن عاد لها الأمن والاستقرار وأن الخطط التنموية تمضي بقوة بعد أن تم تطوير سيناء تماما من الإرهاب أيضا مدينة رفح الجديدة اللي بيتم إنشاءها وتنفذها الهيئة الهندسية لقوات المسلحة وبتقام على مساحة تصل لأكتر من 535 فدان على الطريق الدولي العريش وبتبعد حوالي 45 كيلو متر عن مدينة العريش أيضا كالمشروعات لتطوير مساشفة العريش العام وأيضا العملية التعليمية وتطوير جامعة العريش والساسمارات اللي بيتم تنفذها بحوالي 1.3 مليار جنيه كل ده بيؤكد الأهمية الكبيرة اللي بتوليها الدولة لتنمية وتطوير صيناء ضمن المنظومة التنموية الشاملة اللي بيتم تنفذها في جميع الحق مصر سيد كمال في سيناء تجلت الذات الإلهية على أرض سيناء في تلك البقعة الغالية أيضا كان في سيناء مصار العائلة المقدسة سيناء هي البقعة الغالية على أرض الوطن في مصر هناك دائما وأبدا مقاربات متكاملة في التنمية الشاملة في سيناء منذ أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر كيف يمكن تفعيل هذا المعنى الحقيقي وإسهاماته المختلفة والمتنوعة وربط الأطراف دائما بالمركز من خلال المشروعات القومية التي أقامتها الدولة بحفر الأنفاق والربط الكامل والمتكامل الحقيقة بالفعل سيناء بتمثل أهمية كبرى مش فقط لأهميتها تاريخية وكان جزء غالي وعزيز على أرض مصر والدماء الطاهرة التي جرت على أرض سيناء لتحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب لكن أيضا سيناء لها بعد يمكن حالك شرط البعد السياحي المهم ومسار العائلة المقدسة والحقيقة سيناء تظهر بكل الأثار التاريخية يعني الأثار إسلامية ومسيحية ويعني سيناء حافلة يمكن القدسية التي تمتع بها سيناء موجودة في كل الأديان السماوية أيضا سيناء لها بعد اقتصادي مهم جدا بالإضافة طبعا للبعد الاستراتيجي فيما يتعلق بربط السيناء بالدلتا من خلال الأنفاق التي تم إنشاءها لربط السيناء بالدلتا ومن خلال مسارات المختلفة المسارات النقل المختلفة فبالتأكيد طبعا تنمية السيناء تمثل بعد استراتيجي مهم ومشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها على أرض السيناء تمثل خطوة مهمة لربط السيناء بالوطن والتحويل السيناء إلى بؤرة تنموية مهمة ونقطة جذب السياحية عالميا كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأساس كمال ريان الكاتبة الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت من ضبط 362 قضية تموينية مستندية وعينية خلال 24 ساعة بمضبطات بلغت أكثر من 295 طن من المواد الغذائية هذا وضبطت أجهزة الوزارة قرابة 118 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة إلى جانب ضبط قرابة 172 طن في مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وضبط أكثر من 5 أطنان في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 377 قضية في مجالي قضايا المخابز من بينها 108 قضايا خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير متابق للمواصفات فضلا عن ضبط ثماني قضايا في مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبطات بلغت قرابة 65 طن أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان خيرك سابق وذلك بهدف تقديم الدعم الغذائي لخمسة ملايين أسرة على مدار العام أوضح التحالف في بيان رسمي أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطته الرئيسية والتي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة مشيرا إلى أنه تم تخطيط الانطلاق وتنفيذ المبادرة عبر ثلاث مستويات وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأولى بالرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق أكبر مبادرة إطعام تطلق المبادرة تحت عنوان خيرك سابق ضمن جهود التحالف لدعم جهود الدولة للحماية الاجتماعية خمسة ملايين أسرى مصرية تستهدف مبادرة خيرك سابق دعمها خلال العام كارت الخير أولى أليات مبادرة الإطعام تستطيع الأسرى شراء مستلزمات غذائية بحد أقصى خمسمائة جنيه منافذ متعددة سيعلن عنها التحالف الوطني في مختلف أنحاء الجمهورية للصرف بكارت الخير كارتين المواد الغذائية ستوزع على الأسر المستحقة لمنازلها وفق قاعدة بيانات التحالف وجبات سخنة ستوزع من مطابخ التحالف بمحافظات الجمهورية كافة سيعمم التحالف على الجمعيات القاعدية استمارة طلب إطعام شهري ليتم صرف الدعم بموجبها تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول ارتفاع نسب الطلاق وآليات مواجهة أسبابه وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقشات الحوار الوطني تتناول الورشة مناقشة عدة محاور منها الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق وتأثير ذلك على المجتمع بالإضافة إلى مناقشة الحلول التشريعية ودور المؤسسات المختلفة وبالأخص الدينية للحد من المشكلة مع طرح توصيات من شأنها خفض نسب الطلاق ومواجهة أسبابه نفل المركز العالمي لمجلس الوزراء شائعة وقف البطاقات التموينية والتي لم يطلق أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف وأوضح أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التموينية وإرسال الرسائل النصية الخاصة بعملية الصرف حيث إن الرسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول دون التأثير على غير المسجلين لأرقام هواتفهم مناشدا مناشدا أصحاب البطاقات التموينية والذين لم يقوموا بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على قاعدة البيانات لضرورة التسجيل من خلال مكاتب التموين أو المنصات الإلكترونية دعم مصر مصر الرقمية بحث رئيس مجلس نواب العراقي محمد الحلبوسي مع نظيره الأردني أحمد الصفضي ملف ربط الكهربائي بين البلدين وقال رئيس مجلس نواب العراقي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني إنه يثمن زيارة رئيس البرلمان الأردني إلى العراق لافتا إلى أن التنويع بين بيع النفط العراقي خطوة مهمة وأضاف رئيس مجلس نواب العراقي أنهما ناقشا خلال لقاء العلاقات الثنائية والقطاعات الاقتصادية المهمة مؤكدا أن العراق يثمن مواقف الأردن الداعمة أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على المسؤولة الثانية في ديوان الحسب لتنظيم داعش الإرهابية في كاركوك ذكرت المديرية أنه تم نصب كمين محكم من ناحية قضاء الحوية أصفر عن إلقاء القبض على إرهابية كانت إحدى المسؤولات فيما يسمى بديوان الحسب لعناصر داعش الإرهابي في قضاء الحوية كانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت عن وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى محافظة كاركوك لتفقد القوات الأمنية وتأمين متطلبات الاستعداد القتالي أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 60 ألف وفاة تقريبا بكورونا خلال خمسة أسابيع وهي أول حصيلة كبيرة لوفايات بكورونا تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع نسمبر الماضي أصيب نحو 900 مليون شخص في الصين بعدوى كوفيد منذ 11 من يناير الجاري بحسب دراسة صادرة عن جامعة بكين وتقدر الدراسة نسبة المصابين بكورونا بـ 64% من تعداد الصينيين وقدرت تبت الدراسة المقاطعات الصينية طبقا لنسبة الإصابات وجاءت في المرتبة الأولى مقاطعة جانسو وقد تفيد تقارير بإصابة 91% من السكان بالعدوى استأنفت الصين رحلاتها الجوية على الرغم من المخاوب بشأن العدوى من فيروس كورونا وقد بلغت نسبة الرحلات الجوية 63% كما يستأنف مطار بكين داشينغ دولي تشغيل رحلات الركاب الدولي ابتداء من 17 من يناير الجاري وذلك بعدما خفضت الصين تصنيف إدارتها للجائحة إلى الفئة به وألغت متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين اعتبارا من 8 من يناير وقال سونغ تشيك جونغ رئيس إدارة الطيران المدني في الصين قال إن التعافي السريع للقطاع يتحدى قدرة شركات الطيران على ضمان السلامة ويتطلب الأمر اهتماما كبيرا بالمخاطر المتعلقة بالوباء يأتي ذلك وسط توقعات بزيادة إصابات كورونا في المناطق الريفية ما عودت مئات الملايين الصينيين من المدن الكبرى إلى ديارهم وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الدكتور يادر قاوي الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة أرحب بك دكتور ويعني مع هذه الدلالات دلالات إعلان الصين عن تسجيل 60 ألف حالة وفاة تقريبا خلال خمسة أسابيع بعد التهمات في الفترة الماضية بإخفائها للأعداد الصحيحة للوفيات والإصابات بكورونا مرحبا شكرا لإستضافتكم أعتقد أن الأعداد الحقيقي أكثر بكثير من هذه الأعداد المعلنة المعلومات لا تأتي من الصين كاملة هناك محاولة لتخصيف شدة الأزمة وشدة ما يحضر هناك عندنا بعض المعلومات هنا في فرنسا مثلا عن شنكهاي من أطباء هناك جاءت منهم المعلومات بشكل مباشر تقول أن 70% من السكان شنكهاي قد أطيبوا بالكورونا فإذا كان 70% قد أطيب من عدد السكان فنكهاي طبعا 20 مليون ثم ذهب كثير من الناس في نهاية الرأس السنة الصينية والأعياد الصينية المعروفة في هذا الوقت سبحان الله كما جرى في المرة الأولى عام 2020 يعني كمان أدت السنة الصينية الجديدة إلى انتشار الوباء للمرة الأولى والآن ينتشر طبعا ليس هو جديد ولحسن الحظ أيضا أن السلالة هي سلالة أوميكرون التي هي صحيح سريعة الانتشار ولكن أقل قدرة على إحداث إصابة شديدة ولكن مع ذلك بما نظرا لعدد السكان الكبير ولعدد المصابين الأكبر الكبير أيضا فعدد الوفيات حتى لو كانت واحد بالألف فسوف تكون أكثر بكثير من 61 ألف نعم شكرا جزيلا لك دكتور يادر قوي الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناع كنت معنا عبر الهاتف من باريس قال مسؤول رئاسي كبير وعمدة مدينة كيف إن هجوما صاروخيا روسيا أصاب منشآت للبنية التحتية في كيف صباح اليوم واندلعت انفجارات في حايد نبرافسكي بالعاصمة الأوكرانية وسمعت سلسلة انفجارات في كيف قبل انطلاق صفرات الإنذار فيها بينما طلب المسؤولون السكان بالاحتمال كما حذرت السلطات الأوكرانية من احتمال وقوع ضربة صاروخية كبيرة اليوم تستهدف منطقة تشيركاسي تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها كانت روسيا قد سيطرت على سوليدار إلا أن أوكرانيا ما زالت تستميت من أجل استرجاعها مع تقدم القوات الروسية في عدد من الجبهات في أوكرانيا بدأ أن موسكو تسعى إلى استخدام الزخم الذي أحدثه إعلانها حسم معركة سوليدار وتوسيع هجومها وذلك على الرغم من نفي أوكرانيا سيطرت الروس على سوليدار وتأكيدها أن المواجهات ما زالت متواصلة بين الجانبين وتعتبر روسيا أن السيطرة على مدينة سوليدار تفتح الباب أمام التقدم نحو مدينة بخموت لستراتيجية والتي تعد السيطرة عليها نقلة نوعية كبيرة في معرقة دونباس برمتها من خلال قطع قطوط الإمدال للقوات الأوكرانية في بخموت واستهداف المدينة من الجهة الشمالية الشرقية لإحكام طوق صارم عليها تقديرات وزارة الدفاع الروسية أشرت إلى مقتل نحو 700 عسكري أوكراني في معرقة سوليدار خلال ثلاثة أيام مشيرة إلى لعب وسائل الحرب الإلكترونية الروسية دوراً أساسياً عبر تعطيل نظام التحكم للقوات الأوكرانية وعرقلة استخدام الطائرات من دون طيار على الصعيد الدبلوماسي أعادت الخارجية الروسية ترحى شروطها لإطلاق أي عملية تفاوضية مع الجانب الأوكراني وأكدت عدم إمكانية تجاهل التغيرات الجذرية في الأوضاع بعد وقف جولات التفاوض السابقة مشيرة إلى ضرورة أن تتعامل أوكرانيا والعالم مع الحقائق الموجودة على الأرض في إشارة إلى ضم روسيا أربع مناطق من أوكرانيا إلى سيادة موسكو من جانبها دعت أوكرانيا عبر أمينا جاباروف النائبة الأولى لوزير الخارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم خطة صيغة السلام الأوكرانية التي أطلقها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي لافتة إلى أن خطة السلام تتكون من عشر نقاط يمكن أن تعيد الأمن والعدالة ليس فقط لأوكرانيا ولكن للعالم بأسره وبينما أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزميري ديكارلو استعداد جوتيريش للتوسط في مفاوضات تحقق السلام بين موسكو وكييف لم يتأخر الرد الروسي على الدعوة الأوكرانية لتبني خطتها إذ أكد مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيليني بنزيا أن حديث كييف عن مبادرات السلام منفصل تماما عن الواقع وموجه لاستعطاف الأوروبيين على حد تعبيره ما يعزز من احتمالات استمرار الحرب بين الطرفين إلى أجل غير مسمى قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ليتشي سوناك إن بريطانيا تعتزم إرسال دبابات إلى أوكرانيا إلى جانب دعم مدفعي إضافي جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية لسوناك مع رئيس الأوكراني فولادمير زلانسكي قد اتفك طرفان على ضرورة اغتنام هذه اللحظة بتسريع الدعم العسكري من خلال توفير دبابات تشلينجر اثنين وأنظمة مدفعية إضافية إلى جانب الدعم الدبلوماسي العالمي إلى أوكرانيا قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن الحكومة البولندية اتخذت قرارا مهما بشأن مسألة إمدادات الأسلحة إلى كيب خلال الشهر الجاري وقال كوليبا إن مسألة توريد بولندا الأسلحة لأوكرانيا والدبابات على وجه الخصوص في يناير الجاري أكثر أهمية من الحصول على دبابات اليوبرد أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زلنسكي أن بلاده تمكنت هذا الأسبوع من تعزيز عزم شركائها بشكل كبير على زيادة وطيرة توريد الأسلحة إليها حتى تستطيع صد العمليات العسكرية الروسية قال زلنسكي في خطاب للأمة أنه تحدث في الأيام الماضية مع رئيسة سولوفاكيا وذلك حول تفاصيل تعزيز التعاون الدفاعي والخطوات الدبلوماسية والتي خطت لها مع الأوروبيين في المستقبل القريب أضفها زلنسكي أنه أجرى محادثات مع رئيس وزراء ألبانيا وقام خلالها بسرد احتياجتهم وتكرار الموقف الأوكراني بشكل عام أكد على أنه بفضل المفاوضات التي جرت في هذا الأسبوع تمكنوا بشكل كبير من تعزيز عزم شركائهم على زيادة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر توقع خبراء اقتصاديون أن أوروبا ستشهد في عام 2023 حالة من الهلع تنتاب العديد من المواطنين بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار وموجة الغلاء التي تواجه القار العجوز يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة في عام 2023 لا يزال التضخم مسيطرا على الأجواء الأوروبية رغم الانخفاض التفيف في معدلاته ففي ديسمبر الماضي سجلت الدول الأوروبية تضخما مرتفعا لكن بعضها شهد انخفاضا طفيفا بفضل التباطئ في ارتفاع أسعار الطاقة وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المغر بنسبة 24.5% على أساس سنوي في ديسمبر وهو أعلى معدل داخل الاتحاد الأوروبي وفقا للمكتب المركزي للإحصاء في البلاد وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 44.8% في ديسمبر كما بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في المغر 14.5% في 2022 ارتفاعا من 5.1% في 2021 وفي فنلندا قالت هيئة الإحصاء الرسمية إن أسعار المستهلكين ارتفعت بمتوسط 7.1% عام 2022 في أعلى زيادة منذ 40 عاما وذلك ارتفاعا من 2.2% فقط في عام 2021 وفيما تسارعت وطيرة التضخم في عام 2022 بشكل أساسي بسبب زيادة أسعار الفائدة على القروض وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أظهرت الأرقام ارتفاع معدلات التضخم السنوي في فرنسا وتسجيلها 5.2% ارتفاعا من 1.6% في عام 2021 أما في إسبانيا فارتفع مؤشر الأسعار المستهلكين بنسبة 5.7% على أساس سنوي في ديسمبر وهي نسبة أقل من مثيلتها المسجلة في نوفمبر والبالغة 6.8% بفضل التراجع في وطيرة الزيادات في أسعار الطاقة وفقا لبيانات معهد الإحصاء الإسباني وفي بولندا فارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 16.6% على أساس سنوي في ديسمبر انخفاضا من 17.5% في الشهر السابق مدفوعا بتراجع الزيادات في أسعار المواد الغذائية والطاقة ورغم ذلك يرجح الاقتصاديون ارتفاع معدل التضخم في يناير 2023 على خلفية استئناف الحكومة البولندية ضريبة القيمة المضافة على القهرباء والغاز والوقود ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل عند التسوية في جلسة الجمعة مسجلة أكبر مكسرها الأسبوعية منذ أكتوبر الماضي مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في سبعة أشهر ووسط مزيد من المؤشرات على تنامي طالب في الصين أكبر مستور للنفط في العالم جرت تسوية العقود الأجيلة لخام برينت مرتفعة بواحد وخمسة وعشرين مئة دولار أي واحد ونصف بالمئة عند خمسة وثمانين فاصل ثمانية وعشرين دولار للبرميل وقد ارتفعت العقود الأجيلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للجلسة السابعة على التوالي لتجرى التسوية عند تسعة وسبعين دولار وستة وثمانين سنة للبرميل بزيادة واحد وسبعة وربعين من مئة دولار وتعادل واحد وتسعة من عشر بالمئة قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ألن أنه سيتم اللجوء إلى تدابير استثنائية لتجنب التخلف عن السداد للدين العام وأبلغت الوزيرة الأمريكية الكونغرس بأن إجراءتها ستوفر الوقت حتى يتم تمرير تشريع إما سيزيد من قوة الاقتراض الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار أو سيعلقها مجددا تداعيات الأزمات العالمية في مأزق مع توقعات بأن تصل الولايات المتحدة إلى صقف الدين العام لتلجأ بعدها إلى تدابير استثنائية تجنبا للتخلف عن السداد وفقا لوزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلن الوزيرة الأمريكية أبلغت الكونغرس بأن إجراءاتها ستوفر الوقت حتى يتم تمرير تشريع إما سيرفع من صقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار أو سيعلقه مجددا لفترة من الوقت وتتضمن تلك التدابير إلغاء بعض المدفوعات مثل المساهمات في خطط تقاعد الموظفين الفيدراليين لسداد مدفوعات أخرى تعد ضرورية ومنها الموجهة للضمان الاجتماعي وخدمات الدين إيلن قالت إن عدم الوفاء بالتزامات الحكومة قد يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والاستقرار المالي العالمي الأمر الذي سيؤثر سلبا على تخفيض التصنيف الاعتماني للولايات المتحدة مشيرة إلى عدم قدرة وزارة الخزانة على تقدير الفترة التي ستسمح فيها التدابير الاستثنائية للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد التزامات الحكومة ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الاقتصاد الأمريكي إلى تدابير استثنائية حيث استخدمت وزارة الخزانة تلك الإجراءات أول مرة عام 1985 واستخدمتها منذ ذلك الوقت 16 مرة وفقا للجنة الموازنة الفيدرالية لكن تدابير الطارئة لا يمكن أن يستمر العمل بها لفترة طويلة وقد يعرض ذلك الولايات المتحدة لخطر التخلف عن السداد ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقصاد الديون أو فوائدة لذلك طلبت يلين بتحرك الكونجرس بشكل سريع إما لرفع صقف الدين أو تعليقه الجدل حول رفع صقف الدين سيزفر حتما عن مواجهة سياسية بين المشرعين الجمهوريين الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب وبين الرئيس جو بايدن والديمقراطيين احتشد آلاف العمال في العاصمة الإندونيسية وحث البرلمان على رفض مرسوم رئاسي يقول منتقده إنه يقود حقوق الموظفين وحماية البيئة أصدر الرئيس جو كو وديدو مرسوم التوارئ الشهر الماضي ليحل محل قانون الوظائف المثيل للجدل في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وهي خطوة يقول بعض الخبراء القانونيين إنها تنتهك حكما قضائيا هذا وقد قضت المحكمة الدستورية بأن قانون خلق الوظائف لعام 2020 معي وقال إنه لم تكن هناك مشاورات عامة كافية قبل تمرير القانون أمر المشرعون باستكمال عملية تجديد بحلول نوفمبر القادم أدانت الصين بشدة البيانة المشتركة الصادرة عن الولايات المتحدة واليابان عقب اجتماع رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض أثناء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن واشنطن وتوكيو عليهم أن لا يصبح عوامل معطلة لاستقرار منطقة أسيا والمحيط الهادئ جاء ذلك تعليقا على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان عقب اجتماع كشيدا وبايدن وأشار وانغ إلى أن الصياغة الخاصة بالصين في هذا البيان المشترك تنبثق بشدة من عقلية تعود إلى الحرب الباردة كما يضم البيان هجوما على الصين لا أساس له من الصحة أعلن التوكيو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي مع سعيها لامتلاك صواريخ باليسية بإمكانها الوصول إلى العمق الصيني في ختام جولة خارجية لرئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا اختتمها بالحليف الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية أكد خلالها استمرار التعاون الأمني المشترك مع واشنطن لمواجهة التحديات المتمثلة في الصين وفي كوريا الشمالية أعلنت توكيو استراتيجية دفاعا غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ورفعت الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي وسعى توكيو لامتلاك صواريخ باليسية في إمكانها ضرب العمق الصيني وعلى وقع هذه التغييرات جاءت جولة خارجية لرئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا اختتمها بالحليف الأكبر الولايات المتحدة وببيان المشترك للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني خط ملامح تعاون أمني موسع وأكثر رسوخا جاء في أولوياته مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الصين وكوريا الشمالية إلى جانب تجديد الولايات المتحدة تأكيدها على الالتزام بدعم اليابان على الصعيد الدفاعي لا أعتقد أن هناك وقتم كنا أقرب إلى اليابان من هذه اللحظة نحن نقوم بتحديث تحالفنا العسكري بالبناء على الزيادة التاريخية لليابان في الإنفاق الدفاعي ضمن استراتيجيتها الوطنية الجديدة اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالتحالف والأهم من ذلك الدفاع عن اليابان والعمل عن كسب بشأن القضايا التقنية والاقتصادية كيشيدا بدوره أكد أن توكيو وواشنطن تواجهان بيئة أمنية أكثر تحديا وتعقيدا في التاريخ الحديث لافتا إلى أن هذا هو الهدف من وضع بلاده استراتيجية أمنية جديدة لتعزيز قدرات اليابان الدفاعية تواجه اليابان والولايات المتحدة حاليا البيئة الأمنية الأكثر تحديا وتعقيدا في التاريخ الحديث ومن أجل ضمان سلامنا والزهارينا وضمان أمننا صاغت اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي وبذلك قررت اليابان تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل أساسي بما في ذلك امتلاك قدرات الضربات المضادة البيان المشترك الأمريكي الياباني جددت خلاله الولايات المتحدة التزامها بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل فضلا عن تعزيز التعاون لصالح منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم كما أشار البيان إلى أهمية تحسين وتطوير الوضع المتقدم للقوات الأمريكية في اليابان من خلال نشر قوات تتمتع بالتنوع ومرونة أكبر إلى جانب زيادة قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وتزويدها بقدرات مضادة للسفن وأخرى للنقل بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف بين الولايات المتحدة واليابان ألقت السلطات البرازيلية القبضة في مطار برازيليا على أندرس فونتوريس وزير العدل السابق في عهد رئيس جاير بولسونارو في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة هذا وقد وافقت المحكمة العليا في البرازيل على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جاير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية والتي انتهت باقتحام أنصار المباني الحكومية في برازيليا بعد عمليات اقتحام لعدد من مؤسسات السلطة في البرازيل طلبت النيابة العامة البرازيلية من المحكمة العليا التحقيق مع الرئيس السابق جاير بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره عددا من مقار ومؤسسات الدولة وفي رد فوري على طلبها أعلن قاد في المحكمة العليا البرازيلية أنه سيتم إدراج اسم الرئيس السابق جاير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة في برازيليا في الثامن من يناير الجاري النيابة العامة قالت إن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد المحرضين غير المباشرين على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تول الرئيس السابق لولد سلفا منصبه وفي تطورات المتلاحقة ألقت السلطات البرازيلية القبضة على وزير العدل السابق أندرسون توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء وذلك بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية وعثر على هذه الوثيقة خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفيدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قادر في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان متواطئا في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة وأمهل وزير العدل البرازيلي في حكومة لولاف لافيودينو المحكمة حتى الاثنين المقبل لمثول بولسونارو على أن يتم البدء الأسبوع المقبل في إجراءات طلب تسليمه في حال عدم مثوله أمام المحكمة اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق مصر للمساهمة ومساهمة في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية وقد واجه الرئيس باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك استنهاضا لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم هذا وقد عرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل نشاط ومساهمات صندوق تحيا مصر والدور الحيوي والآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة وقد تجاوز إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ 22 مليار جنيه على أرض محافظة شمال سيناء والحياء النهاردة دا يوم تاريخي لي كمواطن مصري حقيقة أنا والحياء موجود وبصحبة زملائي الوزراء معي سبع وزراء من الحكومة بالإضافة إلى رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وطبعا بنشرف بوجود محافظ في ضيافة محافظ شمال سيناء وقيادة الجيش التاني الميداني لقوات المسلحة المصرية الحياء النهاردة الزيارة كانت زيارة جميلة جدا احنا الحياء تفقدنا مناطق كثيرة جدا داخل محافظة شمال سيناء بدءا من رفح ومرورا بالشيخ زويد ونهاية بالعريش والحياء ممكن قبل مشرح حجم العمال والمشروعات التنموية اللي احنا تفقدناها انا حابب بس اقول للمواطن المصري عشان يعرف يعني عظمة التضحية اللي تمت عشان احنا نبقى موجودين النهاردة في هذه الزيارة ونبقى واقفين وبمنتغى الامان وبنتحرك في الطرق والميادين ان هناك الاف من الشهداء من قواتنا المسلحة والشرطة والمدنيين اللي ضحوا بحياتهم على كل متر من الامطار اللي احنا كنا بنتحرك عليها النهاردة في طريقنا علشان نبقى احنا النهاردة موجودين وحركة التنمية اللي احنا بنشهدها النهاردة واللي بدأت واللي اطلقها فخمت الرئيس عبدالفتاح السيسي لشمال سيناء وتنمية سيناء كلها تبقى بتحصل على الارض الحقيقة المنظر ويعني شيء يدعو للفخر ان احنا وإحنا بنتحرك احنا شايفين على امتداد الطريق اثار اللي كان يعني الهجمات الارهاب البغيط اللي كانت بتحصل سواء على منشآت حكومية او على كماء كانت تابعة لقوات المسلحة او الشرطة وبنشوف اثار الاطلاق الرصاص اللي موجود على وجهات المباني واللي كانت اللي بيحصل في هذا الوقت الحمد لله النهاردة احنا بنتحرك يعني بمنتهى السهولة واليسر وصلنا لرفح ورجعنا منها للشيخ زويد والعريش في الحقيقة يعني رسالة واضحة جدا الدولة المصرية الحمد لله على مدار الفترة السابقة بكل اجهزتها يعني عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الارهاب وايضا في نفس الوقت كنا بنشتغل على مشروعات التنمية الحقيقة امكان احنا بداية النهاردة الجولة كانت في مدينة رفح الجديدة واللي هي بتنشأ كبديل لمدينة رفح القديمة اللي كانت موجودة النهاردة المدينة رفح الجديدة مع اكتمال انشاءها هيبقى فيها اكتر من 10 تلاف وحدة سكنية بالاضافة الى 400 بيت بدوي وكل الخدمات المفروض تبقى موجودة في اي مدينة حديثة ان شاء الله تبقى موجودة الحقيقة اللي احنا تفقدنا النهاردة الجزء الاول من المرحلة الاولى المرحلة الاولى المفروض يبقى فيها 4500 وحدة النهاردة شفنا حوالي 1400 وحدة منهم بالفعل انتهوا واكتملوا بالكامل وجاري انهاء المرحلة الاولى دي كانت البداية الحقيقة كمدينة رفح الجديدة اللي الحقيقة متخططة ومنفزة من خلال رجال القوات المسلحة الحقيقة الهندسية والجيش التاني الحقيقة على اعلى مستوى وبيتتنفذ هذه المدينة ان شاء الله لخدمة كل المواطنين المصريين اللي حيبقوا موجودين في رفح الجديدة الحقيقة انتقلنا الى الشيخ زويد ويعني شفنا مشروع محطة المحاولات اللي بتخدم مدينة الشيخ زويد من خلال برضو تنفيذ وزارة الكهرباء والقوات المسلحة اللي يعني قدروا ان هم ينجزوا هذا العمل علشان تبقى مدينة الشيخ زويد مؤمنة بالكامل من خلال عملية شبكة الكهرباء الحقيقة انتقلنا الى يعني مدينة العريش والحقيقة اتفقدت فيها الحقيقة عدد كبير جدا من المشروعات بدءا من جامعة العريش اللي النهاردة الحمد لله فيها 11 كلية و7300 طالب من اهالي شمال سيناء والنهاردة يمكن كانت فرصة ليا ان انا التقي مع شباب يفرح من شمال سيناء اللي بقوا موجودين النهاردة وبيدرسوا على اعلى مستوى من الخدمات وبيتلقوا على اعلى مستوى من الخدمات التعليمية وحابب اقول للمواطن المصري النهاردة ان احنا بقينا في شمال سيناء الوحدها في خمس جامعات موجودة سواء جامعات حكومية او جامعات اهلية او تكنولوجية او حتى جامعات خاصة وده بيوري قد اهتمام الدولة الكبير جدا بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من ارض مصر الحمد لله انتقلنا الحقيقة لتفقد المحكمة الابتدائية لشمال سيناء والحقيقة المبنى ده كان مبنى قائم وتفقدنا اعمال تجهيزه واعادة تجهيزه لبدء تشغيله ان شاء الله في خلال الايام القليلة القادمة وانا حابب بس ان انا يمكن برضو يمكن ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان يعني كل الاسر المصرية وكل العائلات المصرية ضحت بابنائها من كل الفئات وعلى كل المستويات ويمكن مواطنين كثيرين جدا ما يعرفوش ان الشقيق الاصغر لمعالي وزير العدل كان قاضي في هذه المحكمة واستشهد في 2015 من احد الهجمات الارهابية فالنهار ده طبعا وجود معالي وزير العدل معايا واحنا بنتفقد واحدة من القاعات اللي اطلق اسم اخي الشهيد عليها دي رسالة قوية جدا لكل المصريين ان مصر عمرها ما بتنسى ابنائها من الشهداء اللي ضحوا بحياته وده اللي احنا شايفينه في كل حتة الحمد لله كل الميادين باسماء الشهداء اتشوارع كل الاماكن عشان تفضل مصر عارفة قد ايه غلاوة الدم اللي اتدفع في هذا المكان الحقيقة انتقلنا بعد كده لمشروعات التنموية الكبيرة وتفقدنا مينة العريش هذا المينة الحقيقة كان مجرد مينة صغار جدا ده تتجاوز مساحته خمسين فدان فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي في اطار رؤية شاملة لتنمية سينة تم التوجيه ان هذا المينة يبقى مينة دولي على اعلى مستوى الضفل 540 فدان يعني اكتر من 11 ضعف المساحة القديمة وبتتعمل عليه النهاردة ارصفة حتى تجاوز الاثنين ونصف كيلو اطوال انتهى بالفعل منهم حوالي نصف هذه الاطوال بكل الخدمات اللي حتتعمل فيهم هذا المينة كان فقط كل اللي كان بيستخدم فيه هو فقط للصيد وتصدير الملح النهاردة احنا بنتكلم ان هذا المينة حيكون وجهة بحرية مهمة جدا لتصدير كل المنتجات والصناعات الكبيرة اللي بقت بتتعمل النهاردة في شمال سينة فاحنا بنتكلم النهاردة على حجم تنمية يعني شفناها مع بعض بتعميق الغاطس بتاع هذا المينة من مجرد 7 متر حنوصل ل13 متر وتحجم الارصفة والمناطق اللوجستية اللي حتتعمل حتبقى نهضة حقيقية لمحافظة شمال سينة ومدينة العريش وفرص عمل كبيرة جدا لأهالينا في هذه المدينة ان شاء الله تفقدنا المستشفى المستشفى العريش وشفت طبعا كل اعمال التنمية اللي بتتم شفنا مستوى الخدمات اللي بتقدم والمبنى الجديد والمباني الجديدة اللي حتنشأ ان شاء الله في خلال الفترة الجاية عشان يعني نرفع من مستوى الخدمة وتبقى بيقدم هنا نفس مستوى الخدمة اللي ممكن بيتلقاها المواطن في كل حتة في ربوع مصر ان شاء الله الحقيقة يمكن جزء من الجولة النهاردة كنا نتفقد جزء من مشروعات الاسكان سواء رفع الكفاءة او اعمال الانشاء والتطوير اللي بتحصل النهاردة في مدينة العريش وكان جزء منها برفع كفاءة واعادة انشاء مشروع للاسكان التعاوني مشروع ده كان قديم جدا ويعني تهالك وكان تقريبا يعني بقى اصبح يمثل خطورة داهمة على المواطنين فيه الدولة المصرية تدخلت وبتعيد بناء هذا المشروع بالكامل وترفع كفاءته الحقيقة يمكن مشروعين مهمين جدا النهاردة الحمد لله تفقدناهم وتقريبا دخلوا يعني مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا للافتتاح ان شاء الله من بوصة فخامة الرئيس هما محطة الكهرباء الرئيسية في المسعيد ودي المحطة ضخمة جدا النهاردة هي المسؤولة عن توليد الكهرباء ليش فقط العريش ولكن كمان لكل شمال سيناء وبطاقة النهاردة اللي حتبقى طاقة التشغيل فعلا المبدئية 350 ميجا وانها حتترفع في خلال مدة بسيطة جدا ل700 ميجا معنى هذه المحطة احنا مش بنتكلم فقط لتغذية الوضع القائم ولكن احنا بنتكلم على تنمية حقيقية وبتتعمل هذه المحطة عشان تلبي الاحتياجات المستقبلية لصناعة وزراعة وتشغيل وتجارة وكل شيء حيتم في هذه المحافظة ان شاء الله ايضا تفقدنا محطة تحليت مياه البحر وده مشروع ضخم جدا الحقيقة محطة مفروض هتبقى 300 الف متر مكعب في اليوم يعني عشان بس نبقى عارفين حجم هذه المحطة المفروض مع اكتمال انشاءها هتبقى بتخدم على اكتر من مليون ونص بنيئة المرحلة الاولى منها فقط يعني دخل التور التشغيل التجريبي 100 الف متر مكعب تكفي سكان النهاردة شمال سيناء كلهم ولكن النهاردة احنا بنكمل برضو المراحل الجاية علشان هدفنا المشروعات المستقبلية والتنمية الحقيقية اللي حتم ان شاء الله في شمال سيناء باذن الله تفقدنا ايضا سوق الجملة اللي نفذته محافظة شمال سيناء هنا علشان خدمة المحافظة ومدينة العريش فالحقيقة كلها مشروعات تنموية كبيرة جدا الدولة المصرية النهاردة بتستثمر فيها مئات المليارات وعشرات المليارات بتتعمل في كل حتة في ربوع سيناء بهدف التنمية الحقيقية لهذه الرقعة الغالية جدا اللي ضح فيها ابنائنا وفي كل شبر فيها فعلا فيه دماء للشهداء فيهم انا يمكن هنا حابب ان انا اتوقف عن شيء مهم جدا اقوله القرار الحكيم اللي اخده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بان عملية مكافحة الارهاب تحصل بالتوازي مع عملية التنمية فبالتالي احنا كنا بقنا اربع خمس سنوات بنحارب الارهاب ولكن في نفس الوقت ما توقفناش عن انشاء المشروعات الكبيرة اللي انا اتكلمت عليها لان لو كان التفكير الطبيعي والعادي ان احنا الاول نقضي على الارهاب ونبدأ بعد كده مشروعات التنمية كنا هنخسر اربع سنين لو كنا النهاردة عايزين نبدأ في عمليات التنمية النهاردة يبقى كنا هننفذ هذه المشروعات بدءا من النهاردة وتاخد وقتها وبتكلفة هتبقى اضعاف اللي اتصرف عليها في خلال الفترة الجاية الرسالة النهاردة هذه المشروعات الحمد لله انجزناها كدولة وبقى اتجهز انها تخدم عملية التنمية في شمال سينة مرة اخرى يعني انا بتوقف هنا عند نقطة مهمة جدا بوجهها لكل مواطنين شعب المصري بشكر كل افراد قوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة والمدنيين من اهالي شمال سينة ومن كل حتة في مصر اللي استشهدوا او اصيبوا من جراء لعمال الارهاب الغاشم اللي حصل على مدار الفترة السابقة واللي لولاهم مرة اخرى احنا ما كناش هنبقى وقفين هنا وكلنا مع بعض في هذا المكان رسالة اخيرة حابب اوجهها للشعب المصري كله كرسالة سريعة عن الوضع الاقتصادي الحقيقة البنك المركزي زي ما حضراتكم تابعته وبدعم كامل من الحكومة على مدار الايام السابقة بدأ خطوات المهمة لعودة وضبط السياسة النقدية وعودة التوازن لسعر او لسوق الصرف للعملة الصعبة ودي خطوة كانت مهمة جدا لازم ناخدها كدولة لان ما ينفعش احنا نتكلم على استثمار وتنمية وفيه سوق موازي لسعر الصرف وبالتالي هنا كانت القرار المهم جدا ان احنا لازم نوقف هذا الاجراء اللي مش سليم وان يبدأ البنك المركزي ياخد كل الخطوات وبدعم كامل وبتنصيق كامل مع الحكومة للوصول ان احنا نقضي على هذه الظاهرة ان شاء الله في خلال الفترة القادمة احنا في نفس الوقت عشان نقدر يحصل هذا الموضوع وعشان ندفع بعجلة التنمية الدولة المصرية اعتبارا من اول ديسمبر كانت حريصة على اخراج اكبر حجم من المواد الخام والبضائع ومستلزمات الانتاج من المواني اللي كانت متركمة على مدار الفترة السابقة ويمكن زي ما قلت لحضراتكم احنا من اول ديسمبر لغاية عشرة يناير وعشرة يناير ده يعني كان يوم التلات اللي فات احنا كنا خرجنا بضعب تمانية ونص مليار دولار انا عايز اقول بس ان الاربع والخميس اللي هما بدأ فيهم البنك المركزي الخطوات بتاعته احنا افرجنا في اليومين دول وحدهم عن بضائع بستمية خمسة واربعين مليون دولار البضائع دي النهاردة احنا بنتحرك بقوة شديدة عشان كل دي حتضخ في السوق وحيبقى جزء من الهدف بتاعها للضغط غير ان احنا طبعا عملية ان المصانع كلها ترجع تشتغل بكامل طاقتها ولكن الوفرة من المنتجات وده في حد ذاته هيعمل نوع من التوازن في اسعار هذه البضائع والمنتجات اللي احنا بسبب ان احنا العديد من الازمات اللي احنا شفناها كان عديد من المواطنين بيشتكوا من غلاء الاسعار اللي حاصل في هذه المناطق الحقيقة في نفس الوقت الدولة والحكومة المصرية بتشتغل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة وكانت احد اهم الشكاوى اللي تلقيناها من مجتمع الصناعة ان لما تم الغاء المبادرة اللي كان البنك المركزي اعلنها اللي هي كانت مبادرة التمانية في المية لدعم الصناعة احنا قعدنا مع رجال الصناعة ورجال الزراعة علشان نعمل مبادرة اخرى الحكومة هي والخزانة العامة هي اللي تمولها وتم التوافق فعلا على مبادرة جديدة اعلننا عنها اليومين اللي فاتوا النهاردة هذه المبادرة هتكون بقيمة اجمالية 150 مليار جنيه سنويا الدولة المصرية من خلال الخزانة العامة هتدعم فرق سعر الفايدة اللي موجود بقيمة حوالي 10 مليار جنيه في السنة دي عشان تخدم يعني كل رجال الصناعة والزراعة وبالذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي كانوا المشكلة بالنسبة لهم ان هما بيعتمدوا على استراض مستلزمات الانتاج والمواد الخام وكان بسعر مدعم الفايدة بتاعتها اللي بياخدوها من البنوك النهاردة لما تلغت هذا الدعم على سعر الفايدة بقت عندهم مشكلة فاحنا تدخلنا عشان نحل هذه المشكلة في خلال الفترة الجاية كان هناك توجيه من فخامة الرئيس لدعم الفلاح المصري وزيادة دعمه في خلال الفترة القادمة وبالذات تشجيعه علشان يبقى هناك توريد اكثر للامح في خلال الموسم القادم وان شاء الله بناء على توجيهات فخامة الرئيس مجلس الوزراء القادم حيناقش ويقر حافز اضافي لتوريد الامح حيضاف للاردب ان شاء الله الاعتبارا من الموسم الجاي احنا كانت الحكومة وفقت ان يبقى سعر الاردب الف جنيه ان شاء الله في مجلس الوزراء القادم حيكون فيه خبر مفرح للفلاحين باضافة رقم اخر كحافز اضافي للتسليم عشان يبقى هناك سعر وعائد مجزي للفلاح المصري لموضوع الامح ان شاء الله نقطتين اخرانين عايز اضفهم لحضراتكم عشان نبقى عارفين الدولة المصرية بتدعم المواطن المصري في هذه المرحلة الفارقة والصعبة اللي العالم كله بيعاني منها واللي زي ما قلت لحضراتكم والعالم كله عارف ان هذه الازمة العالمية لم يشهدها العالم من اكتر من تمانين سنة نقطتين مهمين جدا بس حختم بيهم كلاني الدولة مستمرة في دعم السلع الاساسية للمواطن المصري باقصى قدرة ممكن ان احنا نتحملها وانا بقولها النهاردة ان اللي احنا بنتحمله كدولة حجم يفوق حتى القدرات اللي تقدر ان حكومات دول متقدمة وغنية انها تقدمها المواطنين انا حدي سبيل رقم واحد فقط لغير سعر رغيف الخبز احنا من سنتين قبل ما تحصل الازمة الحالية كان يعني قيمة او تكلفة رغيف الخبز علينا كدولة 65 ارش ويصحح لي سيد وزير التموين كنا من اقل من سنتين سنة ونص كان 65 ارش لما حصلت الازمة الروسية الاوكرانية وارتفعت الاسعار زاد هذه التكلفة الى ما يقرب من 80 ارش 80 ارش بالزبط فبقينا النهاردة ما حصلش اي زيادة لسعر رغيف الخبز النهاردة مع تحريك سعر العملة في اليومين اللي فاتوا بقت تكلفة رغيف الخبز علينا كدولة 90 ارش يعني فيه عشرة سعر زيادة زادت هل احنا زودنا سعر رغيف الخبز على المواطن احنا مزودناش انا عايز بس سدي رقم حضركم اليومين اللي فاتوا دول بسبب هذه الزيادة حجم الرقم اللي حتتحمله الدولة قدية عن المواطن عشان يفضل رغيف الخبز بالسعر اللي هو بياخده احنا بننتج مئة مليار رغيف سنويا الرقم جايز يخضنا كلنا ومعادي الوزير يعني لو الرقم هو ده الرقم بالضبط يعني 275 مليون رغيف يوميا لما بنجي نضربها على 365 يوم هنلاقي نفسنا بنتكلم في 100 مليار رغيف الميت مليار دول العشرة ساخ فقط اللي زادت اليومين اللي فاتوا معناها على طول 10 مليار جنيه 10 مليار جنيه احنا لا حملناها على المواطن ولا اي حاجة احنا يمكن كمواطنين بنحس ان ما حصلش تغيير هي الدولة بتعمل لنا ايه في الفترة دي احنا مش واخدين بالنا الدولة شالت ايه نقطة تانية لازم نبقى واخدين بالنا منها كرقم النهاردة تكلفة لتر السولار على الدولة المصرية فعليا 11 جنيه 11 جنيه طب احنا النهاردة لتر السولار بكام ب7 وربع يعني ببساطة شديدة 4 جنيه تقريبا في كل لتر المواطن المصري بياخدوا من السولار فيه 4 جنيه دولة دفعاهم طب احنا بنستهلك قد ايه في السنة 15 مليار لتر سولار نضرب كده في 4 يبقى بنكلم في 60 مليار جنيه الارقام دي ارقام هائلة انا بس بتكلم في بندين فقط لغير حصل فيهم تغييرات في اليومين اللي فاتوا احنا النهاردة فطورة عشان نبقى عارفين فطورة الزيادة اللي حصلت في سعر الامح من اول الازمة الروسية لغاية اليومين اللي فاتوا اجماليها مش بنتكلم بقى على اليومين اللي فاتوا بس انا بتكلم من اول بداية الازمة الروسية احنا بنتكلم زيادة في دعم الخبز فقط حتى تجاوز الخمسة وخمسين مليار جنيه على الرقم اللي كان موجود اللي هو حوالي تمانية وتلاتين مليار حالكم جمعوا الرقمين نعرف الدولة النهاردة علشان تدي رغيف الخبز للمواطن المصري اللي بخمس قروش الدولة شايلة عنه كل دي أرقام بالإضافة للبرامج الكتيرة للدولة المصرية النهاردة بتعملها على مدار الفترة السابقة أنا بدي بس ببندين معالي وزير الكهرباء معايا النهاردة ويمكن دكتور شاكر يعني إحنا بنتحمل حجم يعني دعم هائل في فتورة الكهرباء قرار اللي إحنا خدناه إن إحنا ما نزودش سعر الكهرباء لمدة عام كامل وبالإضافة إلى ده زادت كلفة إنتاج الكهرباء مرة أخرى بسبب أسعار الوقود وأسعار الغاز وأسعار سعر الصرف فبقيت النهاردة حجم الدعم للدولة المصرية بتتحملوا عن المواطن والمواطن ممكن ما يحسش بيه ما هو بيقول أنا بدفع الفتورة هي كل شهر هو مش واخب باله إن لو إحنا كنا طبقنا الزيادات دي الفتورة دي على الأقل كانت ضربت في ثلاثة يا فنم على الأقل في ثلاثة يعني كل مواطن كده يقول أنا بدفع النهاردة 300 جنيه يبقى كان مفروض يدفع ألف جنيه الدولة شايلة عنه هذه الأرقام في هذه المرحلة عارفين الظروف اللي بيمر بيها وعارفين طبيعة الأسر المحدودة الدخل وحتى المتوسطة اللي موجودة النهاردة وبالتالي الدولة بقدر الإمكان بتحاول إنها تقف النهاردة جنب المواطن المصري مرة أخرى يعني أنا سعيد جدا بوجودي النهاردة في مدينة العريش مع زملائي وكل سنة وحضراتكم طيبين ومتشكر جدا على هذه السماح لينا بهذه المداخلة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هامش الزيارة وفي إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للإطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الأمنة بشمال سيناء تفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها كما التقى الفريق أسامى عسكر برئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيدا بمعدلات الآباء والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء مشيرا إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يدا بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات هذا الوطن في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الآمنة بشمال سيناء تفقد الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها والتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيدا بمعدلات الآداء التي يتم تنفيذها على أرض الواقع كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء مشيرا إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يدا بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البري واطمأن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة أعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء كما شاهد إحدى عمليات التفتيش والتمشيد بالقرى التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بواسطة عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد التقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية وأشاد بجهودهم في الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة كما التقى برئيس مجلس المدينة الذي عبر عن تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الأمن تلاها القيام بجولة تفقدية بشوارع وأسواق مدينة العريش واطمأنا على عودة كافة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في ظل المناخ الآمن الذي أصبحت تنعم به شمال سيناء كما التقى بعناصر قطع تأمين شمال سيناء وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن كما نقل الفريق أسامى أسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات مكنت من استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوي خلال جولته التفقدية بمحافظة شمال سيناء رئيس الوزراء يؤكد على تنفيذ المسار التنموي المتكامل لسيناء في أكبر حصيلة منذ رفع التدابير الصحية للصين تعلن عن ستين ألف وفات بكرونا خلال خمسة أسابيع البناء التحتية لكييف تحت القصف الروسي وبريطانيا تعد أوكرانيا بمزيد من التسليح وبختام العنوي نصل معكم لختام نشرة الثالثة شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة